اخبار مغربية اخبار محلية اخبار عالمية العثور على رضيع المقطع الاطراف بالعيون اضطر باحد الاحياء السكانية دواحي العيون على جثث رضيع قديم الولادة في حالة جد مزرية بعد انها جثها الكلاب الضلة التي ترتاد المكان الذي يعتبر مطرحا احيانا للازبال بالنسبة للساكنة وكشفت مصادر مطلعة بان احد الاشخاص عثر على الرضيع المجهولة الهوية بتجزئة 25 مارس شرقي مدينة العيون وقد اكلت الكلاب نصف جزئه السفلي بالكامل ولم يتبقى غير الرأسي وبعض الاطراف من جثده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة